اشتركوا في القناة ان معظم الناس اللي هي شغالة بيوت محمية على قدها ديها تشغالة في الخيار والسبب ان هو طبعا محصول بيجيب سرعة وما بيجهدش المزارع اوي يعني مع انه بيجهد دلوقتي المهم بنتكلم النهاردة عن المعاملات يا جماعة اللي هي ان كان مكافحة برنامج المكافحة ان كان الفطرية او الحشرية للخيار في البيوت المحمية زي ما انت شايف كده هوت الايام عدك في الخانة الاولى في الخانة التانية المعاملة القرية في الخانة التانية المعاملة الورقية تمام المعاملة القرية طبعا بنحقن فيها والمعاملة الورقية طبعا بنرشها على النمو الخضري بتاع النبات في اليوم الخامس يريت حضرتك تحقن لي توبي سين تمام يريت حضرتك تحقن لي توبي سين من الخمس من الزراع يعني بقى عندك انبات او لو انت بتشتلي يبقى تاني يوم من الشطل على طول بتحقين لي توبسين ويريد تحقينه بمعدل واحد جرام على لتر المية ويريد توزع بالكاسة بلاش الحقن في الريب الطنقيد الا ازا كان عندك نظام كويس جدا او نظام متحكم يعني كويس فيه الكميات المية اللي رايحة للنبات معين اصلا ما بقيدوش يعني حتى لو عندك مساحات كبيرة حط في المطور بتاع الرش وشيل الفنية الموزعة لقدام واربط عليها اي حاجة كده وخلاها تصب كده زي ما يكون بصب او العمالة بالكنكة وتحط تحت كل نبات المحلول بتاع التوبسين ويكون فيه في حدود متة سنطي تحت كل نبات هتلاقي الامور معك تمام التمام ده في اليوم الخامس تقريبا بعد اسبوع في اليوم الاثناشر بنحط حاجتين المنقط ورزوليكس هتقول لي انت متقل عليها شوية بس انا متقل عليك عشان بعد كده والله المصلحتك وخصوصا الجماعة بتاعه الاراضي الطينية او الاراضي اللي هي مزروعة قبل كده وفيها مشاكل كدير بالنسبة لعفنا الجزور في اليوم الخامس طبعا في اليوم الاثناشر بنحط منقط ورزوليكس هتتين مع بعض واحد جرام لكل حاجة فيهم على لتر المية وبرضو بنعمل محلول زي التبسين وبنبدأ نضيفهم تمام اليوم الخامس والعشرين بنحط الشجرين نصف سنطي لكل لتر مية او يونيفورم اللي متلاقيه فيهم ابدأ حطه وان شاء الله بعد كده مش هتلاقي اطلاقا الاعفان اذا كانت التهوية عندك كويسة واذا كانت تحكم في المقنن المائي او الري كويس مش هتلاقي اي حاجة عندك تمام بالاضافة لكده برضو تحاول تحط الملش لان الملش اللي هو البلاستيك اللي بيبقى على التربة لان ده برضو بخف معك من الرطوبة كتيرة جدا 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 كمام تاخد بالك من القصص دي لو ما عندكش ملش حاول تخربش التربة على طول بحيس ان انت عندك يبقى فيه تهوية دايما للتربة والجدر ما يحصلوش تضاغط فيه التربة تعالى بقى على المعاملة الورقية المعاملة الورقية بيتم على اتنين نوعين من الامراض ان كان الامراض الفيروسية والحشرية والامراض الفطرية تمام طيب انا في اليوم العاشر بالنسبة لي الزراعة لسه اللي هو الانبات الزرع مباشر في الارض اليوم العاشر بحط لمبادة خمسين سنطر كل لتر لتر مية زائد احماض امينية بنحط مع ملاحظة انك لما بتضيف لتنكرش بتحط الاحماض الامينية الاول بمعدل واحد سنطي على لتر المية ماشي لو انت عندك برميل او متة لتر مية بتحط فيهم متة سنطي احماض امينية وبتحط خمسين سنطي لمبادة بعد الاحماض الامينية بعد ما بتقلب الأول لأحماض الأمينية في الميت لتر مية بتبدأ تحط اللمبادة وتبدأ تقلب كويس وترش إن شاء الله الأمور تبقى عندك تمام ديت عشان لو فيه أي حشرة طبعا اليوم العاشر من الزراعة لسه ما فيهش نمو خضري كتير وبالتالي ما فيهش أي مخابق ممكن تستخبه فيها الحشرة أو الكلام ده كله اليوم الاثناشر يا جماعة عايزين نرش رشة وقائية للأمراض الفطرية وليأكون رشة خفيفة ما تكلفنيش كتير وفي نفس الوقت برضو الدنيا تبقى عندك كويسة ما يجليش أي مشاكل من الأول تمام ممكن أحط أكسوكلور النحاس 250 جرام لكل لتر مية 250 جرام لكل لتر مية ربع كيلو يعني لكل من لتر مية وممكن أضيف تاني يوم برضو لو عايز يعني الدنيا تبقى معي كويس ممكن أجيب كابريت موكروني أو ممكن أخلط الكابريت الموكروني مع النحاس عادي مش أي مشكل خالص تمام ودي طبعا حاجة هنعرفينها من زمان برضو 250 جرام لكل لتر مية تمام أو لو عايز الأفضل يبقى خلي ده الواحد وخلي ده الواحدة ما فيش أي مشكلة خالص تمام اليوم اللي 14 هنرش رشة للساقيبة الماصة وديت هتكون مكونة من حاجتين الفرتمك والكونفودور يا جماعة تمام الفرتمك والكونفودور الفرتمك بيبقى بنص لتر بيبقى بخمسين سنط لكل لتر مية لكل مية لتر مية والكونفودور برضو بيبقى بخمسين سنط لكل مية لتر مية وده الغرض منه ان انا اقضي على الاكروس واقضي على الحشرات الساقيبة الماصة الكونفودور هيمسحها الزبابة البيضة مش هتشوفة يبدا هو تخص بالامراض الحشرية مش هتلاقي ولا فيروسية هتلاقي لو رشة الفرتمك مظبوط مع الكونفودور اتحدى ان تجيلك زبابة وبيضة او تجيلك ساقيبة ومصة او كده ليه النبات عندك لصة صغيرة والدنيا كويسة خلص والموبيدين لتنين مع بعض حاجة ولا اروع يعني تمام اليوم التمنتاشر رشة توبسين خد بالك في شهر عشرة انا يعني انا يعني السنة اللي فاتت مش كتير كنت في السعودية ظهر عندي البيض الزغبي والبيض الدقيقي والله في نفس البيت بل في نفس الخط في نفس الخط بل في نفس الشجرة في نفس الشجرة ظاهر فيها بيض دقيقي وبيض اللي هي كانت جنب الحيطة جنب الفايبر جلس على طول جنب الجدار بتاع البيت على طول اول خط كان فيه بيض زغبي وبيض دقيقي ودي حاجة كانت جنان يعني فابر رش من الاول توبسين عشان البيض الدقيقي وكوقائي برضو للأمراض الفطرية تمام اليوم الحداشر بروش الديسيز يا جماعة المادة الفعالة اللي فيه تمام وطبعا فرتمك فيه المادة الفعالة بتاعته الأبامكتين عارفينها تمح 8 من 10 ويكون فضل طبعا في الأميدا كلوراب رايد تقريبا الديسيز الديلتا مسترين بقى ده بصراحة ممتاز جدا هو بتاع شركة باير بيترشط طبعا بكميات بسيطة جدا 15 سنت عن متل إدرامية 8 وغالي شوية بس أنا عايزك كمزارع تفتح دماغك أبص دوافر رجليك دماغك شوية انت بتروح تجيب مبيد بتهالك ان هو رخيص بس بقولك حطه منه صنط وصنط ونص على الليتر انت بتهالك ان هو رخيص هو مش رخيص هو غالي ليه تعال النهاردة على الديسيز الليتر الديسيز ده 15 سنت طبعا انت عارفين انا بشتغلش في مصر والله ولا عارف حد ولا بتاع مبيدات والكلام ده كله الديسيز ده غالي شوية ممكن بس الميت جرام منه الـ 15 سنت بيعملوا 100 لتر مية يعني المية وخمسين سنت منه بيعملوا 1000 لتر مية فاهمني؟ يعني الكيلو منه بيعمل 6000 لتر مية 6000 وشوية كمان دخل على 7000 لتر مية يعني مبيد غالي لو حسبته الجرعة اللي هي الصغيرة منه هتلاقيه مش غالي خالص ورشية مبيد يبقى رشية مبيد انسى على كده فاهمني؟ ديا اللي انا بقصده تمام؟ اليوم الخامس والعشرين فيه فلنت جماعة حد يعرف الفلنت طبعا بتاع شركة باير عارفينه البودر ده تمام؟ الفلنت ده جماعة مبيد كويس جدا 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 هو مشكلته في حاجة يعني او مش مشكلته هو الميزة بتاعته في حاجة بس تمام؟ انه هو بيصبت عملية التنفس في الفطريات تمام؟ سيبني من القصة دي خالص الفلنت ده بيبقى كوقائي وكعلاجي للبيض الدقيقي وللبيض الزغبي بس هو فيه فرق بين حاجة لابا بنستخدمه وقائي بنستخدمه بخمساشر جرام لكل لتر مية تمام؟ كل مية لتر مية طب لو استخدمته علاجي لا بيبقى خمسة وعشرين جرام لكل مية لتر مية تمام؟ طب انا من دلوقتي يا جماعة انا من دلوقتي يا جماعة ببدأ امسك الفلنت دهوت وبرش لان انا لسه الجو عندي قد يكون حر في اول حداشر او موجود حر فانا لا عايز البيض الزغبي ولا البيض الدقيقي يجو لي هما الاتنين وابقى وقت نفسي منهم التبسين طبعا بيشتغل على حاجات كتير اللي انتو عارفين تمام؟ اليوم التاسع والعشرين اللي هو يعني تقريبا شهر كده بنكرر قصة الفرتمك تاني والكون فضور علشان الساق بالمصة اللي هي بتدمرلي الخيار اللي هي بتدمرلي الخيار ولو استوطنت يا جماعة صدقوني اولا بتقضي على الشجر سيبك من ان هي تقضي على الشجر كمان حتى النباء التاجر نفسه لما بتروح تبيع له بيعرف ان فيه عندك اصابة وفيه عندك مشكلة لان هي بتصنفر السمار بتاعت الخيار بالاضافة بان هي بتعمل فيها اعوجاج لو حصلت الاصابة في العمر الصغير للسمارة وكده نبقى خلصنا الشهر الاولاني انا والله بحاول يعني امنتيج لك فيديو وعمل لك قصة وعمل لك قصة الجدول دهوت وزبطه لك على ال اكسل يعني بحاول ازبطه لك بحيس انك انت تمشي معايا الخيار لحظة بلحظة او خطوة بخطوة زي ما بقوله بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة